بعد أربع سنوات ونيف تأتي الآمل مجدداً بعودة الحياة ولو جزئياً إلى مطار صنعاء الدولي فبحسب وكالة واس السعودية أعلن التحلف عن مبادرة لتسيير رحلات جوية من مطار صنعاء الدولي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم الشق الإنساني من هذه الخطوة حمل ارتياحاً كبيراً بما أنها ستسهم في إنهاء فصل من المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا على الأقل إلا أن الأمر لا يخلو من التساؤلات بشأن دلالات هذه الخطوة تم إغلاق المطار قبل سنوات من قبل التحالف تحت مبرر استخدامه من قبل الميليشيا لتوفير الدعم فهل تنبهت السعودية الآن لمأساة إغلاق المطار؟ أم أن الحوثي لم يعد يستخدمه في تهريب السلاح كما كان يقال؟ أم أن ذلك لم يعد مهماً بالنسبة للسعودية ومن خلفها التحالف الذي تقوده إن كان لا يزال هناك شيء تحت هذا الاسم أصلاً؟ مراقبون يرون أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما يمكن وصفه بتفاهمات حوثية سعودية أفضت إلى إجراءات منها إطلاق سراح 200 أسير من أسر الميليشيا قال ناطق التحالف إنها خطوة في سبيل دفع اتفاق ستوكهولم هذه التطورات كانت قد سبقتها عدة خطوات عسكرية منها وقف التصعيد بين الجانبين حيث توقفت الضربات الجوية العسكرية في أغلب الجبهات مقابل توقف ميليشيا الحوثي عن استهداف المناطق الحدودية للسعودية خطوة إعلان العزم عن فتح مطار صنعاء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تفتح الباب أمام تساؤل قائم منذ بدء هذه الحرب وهو لماذا لا ترى أعين المنظمات الدولية سوى صنعاء وكأن بقية مدن اليمن لا تحتاج إلى أي جهد لمعالجة معاناة المواطنين فيها وهنا يبرز حصار تعز الذي يبقى المأساة الأكبر في البلد ولكن لا أحد يراه بات من الواضح طبيعة التفاهمات السعودية الحوثية لكن ما هو غير واضح هو موقف الحكومة الشرعية من كل هذه التطورات